هولا حقيقة قاعدت نخمم اليوم الصباح بين دو كو ديال اما الهتن سكي يسير ما خممت شيكو دكور معد لا 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 خاطر على خاطر كي تسمع صحفية فرنسية من جذور تونسية تحكي على اللي بيان فيه متاع الاحتلال ولي بيان فيه متاع الاستعمار اللي عاشته تونس وتبرر هذيب انه يكفي انك تعمل جولة في تونس العاصمة بشتشوف بعض البنايات وبشتشوف بعض اله وهذوكم يعطيه الصحة الاستعمار خلاهم لنا ما تنجمش تخمم في كو دكور لحقيقة ولكن قلت خركزه ممكن مع دخلة بشير تير قلت خركزه في الشأن الوطني والشأن الرياضي انا رأى وانه من المؤشرات الخطيرة والخطيرة جدا على مسألة حكينا فيها في عدد من المناسبات انه جمعية من حجم النجم الرياضي الساحلي ما يتقدم حتى حد لرئاستها في اطار انتخابات اللي كانت بشتتنظم هذا يوري لوحده عمق الازمة وعمق المشكل اللي قاعدة تعيش فيه الرياضة التونسية والكورة التونسية في حد ذاتها في وقت من الاوقات كانت يعني المواجهة تحت دم على شكون بشي شد وشكون بشي سيب وشكون كذا والليست شكون فيها ولو انه حتى هي فيها بعض الوجه السلبية ولكن ما كانش يطرح تماما مسألة رئاسة الجمعيات الرياضية وخاصة ما يسمى بالجمعيات الكبار اليوم كنلقاو انه مفميش حتى حد قابل انه يتحمل المسئولية هذية نظرا لكم المخاطر وكم المشاكل المرتبطة بالخدمة هذيك فهذا نقوص خطر للكورة التونسية اشتركوا في القناة